خلينا نتكلم بقى على كواليس انتقال عبدالله السعيد لإيه؟ لنادي الزمالك طيب قبل من نتكلم على الكواليس كلنا تابعنا في الأسبوع الأول تقريباً شهر الفات ديسمبر المشكلة اللي حصلت ما بين عبدالله السعيد وما بين النادي لما كان في وسط المباراة تقريباً بين الشطين الراجل خد هدومه ومشي ساب المطش ومشي سوياً بقى كان عشان خلافه مع كابتن مصطفى فتحي أو خلافه مع المدير الفني بغض النظر بس من ساعتها وفيه أزمة ما بين كابتن عبدالله السعيد وما بين الإدارة بتاعة نادي بيرمتز دارة فنية ورئاسة نادي بيرمتز طيب الزمالك لغاية دلوقتي ما دخلش في مفاوضات رسمية مع بيرمتز عشان يضم عبدالله السعيد تاني الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الساعة علشان يضم عبدالله السعيد لما اقتصر فقط على إيه؟ على كان فيه كلام كان فيه مفاوضات رائحة جاية ما بين اللاعب وما بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الأسبوعين اللي فاتوا طيب الموافقة على القرار ده في إيد اتنين في إيد رقم واحد البرتغالي جوزفالدو فرير المدير الفني طبعا للزمالك وأكيد مسؤولي بيرمتز اللي حصل أن كابتن عبدالله سعيد اتكلم مع المسؤولين في نادي بيرمتز علشان يرحل إلى الزمالك عم فكرة الرحيل بشكل عام بس اللي حصل أن الإدارة رفضت الموضوع رفضت رحيل كابتن عبدالله سعيد عن فريق بيرمتز وتمسكت ببقاءه حتى نهاية العقد بتاعه هو على فكرة عقد عبدالله سعيد مع نادي بيرمتز تاريخ متبقي فيه موسم ونص يبقى زي ما قلنا أن فكرة انتقال عبدالله سعيد أو رحيل عبدالله سعيد عن بيرمتز فيه شقين الشق الأول أنه هو المدير الفني لنادي الزمالك يوافق أصلا على ضم كابتن عبدالله سعيد نعرفين هو تقريبا 36 سنة فيضم هل نادي الزمالك محتاج فنيا لكابتن عبدالله سعيد ده فقط أمر حصري لمدير الفني لنادي الزمالك ده رقم واحد ده رقم اثنين أن هل نادي بيرمتز حيوافق أن يسيب كابتن عبدالله سعيد أو لا على حال الزمالك بينتظر تخطي مباراته أمام أسوان في الدوري علشان يبدأ أن هو يفاتح عبدالله سعيد في الموضوع بشكل رسمي مرة تانية هل حيتم الأمر أو لا كابتن عبدالله سعيد سيعقد جلسة الجلسة الأخيرة مع مسؤولي بيرمتز بعد المتش بتاعه مع الأهلي علشان يحسم الموقف بتاعه يقيمة مكمل مع بيرمتز أو ماشي عن بيرمتز طيب ده فيما لو علاقة به قصة وملف رحيل عبدالله سعيد عن بيرمتز أو لا اشتركوا في القناة